موسيقى يراهي المدرب الوداذ الرياضي الحسين عموتة على عودة أحد نجوم الوداذ الرياضي لتعزيز تشكيلة الوداذ الرياضي للمضي قدما نحو النتائج لإيجابية بعد الخسارة في السوبر الإفريقي أمام النهضة البركانية وأكدت مصادر مطلعة أن عموتة ينتظر عودة المدافع أمين فرحان إلى القائمة لتعزيزها للاعتماد عليه بشكل أساسي بعد تألقه الموسم الماضي وتشكيله لتنائية مع لاعب الوداذ الرياضي السابق أشرف داري المنتقل لبريستال فرنسي وتابع عدد المصدر أن عموتة يرغب في الارتكاز على فرحان بالخط الخلفي ومن تم تحديد اللاعب الذي يتناسب معه وبإمكانه تقديم الإضافة المرتقبة منه خاصة وأن الدفاع شكل إحدى نقاط ضعف الفريق الأحمر في المباريات الأخيرة ويعد فرحان من نجوم الوداذ الرياضي بعدما تم اكتشافه الموسم الماضي من قبل المدرب السابق وليد الرقريقي ليكون أحد اللاعبين الذين ساهموا بشكل مميز وكبير في تحقيق لقب البطولة ودوري الأبطال وافقت الجامعة الماكية المغربية لكرة القدم على تأهيل هشام بوسفيان للعب لصالح الوداذ الرياضي بعد توصلها ببطاقته الدولية من الاتحاد الإسباني لكرة القدم على اعتبار أنه كان يمارس ضمن صفوف نادي مالاقا وكشفت مصادر مسؤولة أن هشام بوسفيان باشر يوم الثلاثاء تدريبها مع فريق الوداذ الرياضي بعد توقيعها رسمي للفريق في اليوم الأخير من الميركاتو وسيحصل هشام بوسفيان خريج أكاديمية محمد السادس على 300 مليون سنتيم بعد توقيعها رسمي للفريق الأحمر 140 مليون سنتيم في السنة الأولى من العاقد و160 مليون سنتيم في السنة الثانية يشار إلى أن فريق الوداذ الرياضي لكرة القدم تعاقد في الميركاتو الصيفي الأخير مع كل من سيف دين بورا سماعي المترجي الكونغولي آسين زولا ويوسف المطيع وهمان بعوش من شباب المحمدية وحميد أحداد من الرجاء ومحمد أونجم من الزمالك والجزائري الحسين بن عيادة والمالي ديميلي وسينيغالي جونيور سامبو أصدر فصيل وينرز المساند لفريق الوداذ الرياضي بلاغ يحمل نقد داتي لكل مكونات النادي الأحمر من إداريين لاعبين وجماهير بعد الهزيمة التي تعرض لها الفريق الأحمر في كأس السوبر الإفريقي على يد النهذة البركانية بهدفين نظيفين داعياً كل فعالية ويدادية إلى التحلي بشجاعة وانطلاق من النفس كأرضية لإصلاح الأخطاء المرتكبة واعتبر الوينرز أن المطالبة منذ الآن بإقالة المدرب الحسين عموتة لا تنطوي على أي ثواب ذلك بسبب أنه لم يعين على رأس المجموعة الوداذية سوى قبل شهر كما طالبوا بشحد المهم والاستيقاظ واستعادة الذكرة بسرعة قبل فوت الأوان إذ لا مجال للبكاء فالخسارة وإضاعة اللقب هي واقع يجب أن يتم التعامل معها ويكون حافزاً للمستقبل القريب ورفض الوينرز الانخراط في عملية عقد مقارنات بين حقبة الرقراجية السابقة وعموتة الحالية مبدياً في السياقية آخر تقاء في قدرة الفريق على تصحيح المسار وقابلية لعبين لتبليل القميص وتحقيق انتصارات وذع الوينرز الجماهير الودادية إلى الابتعاد على المناوشات في مواقع التواصل الاجتماعي منادياً بتوحيد صفوف بين كل الفعاليات والنظر لمصلحة النادي الأحمر وليس للأراء الشخصية فرضت هزيمة الوداد الرياضي في السوبر الافريقي أمام النهضة البركانية قرار عاجل من جانب المدرب الحسين عموتة وفاز النهضة البركانية على فريق الوداد الرياضي في المباراة بهدفين نظيفين ثم فازها بالسوبر الافريقي مساء يوم السبت بالرباط وعلمنا من مصادر موتوقة أن عموتة قدم توصية لإدارة النادي الأحمر بضرورة خوض معسكر تدريب مغلق خلال فترة التوقف الدولي التي ستتعطل فيها مباراة الدولي المغربي لخوض منتخب الأسود وديتين في إسبانيا ضد منتخبي تيلي والباراقواي وأكدت مصادر مطلعة أن عموتة يرغب في تدارك ما فاته خلال فترة وجوده مع المنتخب المحلي قبل استلام منصب المدير الفني للوداد وكان عموتة قد أقرأ بعد لقاء السوبر الافريقي بوجود أكثر من خلال في التنافسية والجهزية للعبيه ويتأهب عموتة لتعزيز جهزية الوداد الرياضي للرهانات المقبلة قبل أن يستهل الفريق مشوار الدفاع علق بدور أبطال إفريقيا وتأكد أن عموتة استقر على أن يكون هذا المعسكر بعيدا عن دار البضاء في إحدى المنتجعات الهادئة حيث سيخوض ثلاث وديات مع فرق مختلفة من دور الدرجة الثانية من أجل إتاحة الفرص أمام الوافدين الجدد الذين غابوا على المباراة البركانية وكان لقاء السوبر الإفريقي قد ألهم عموتة لإجراء العديد من تغييرات على تشكيل الوداد الرياضي بداية من مباراة المقبلة بالدوري أمام أولمديك خريبغا وتحديدا في خطي الدفاع والهجوم ترجمة نانسي قنقر